حيث يواصل النظام السوري استخدام الأسلحة الكيموية ضد المدنيين وسط صمت إقليمي ودولي وجليد تلك المجازر استخدامه غاز السارين عبر قصف طائراته مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماها الشمالي أسفرت عن قتل وإصابة المئات مصادر طبية قالت إن أكثر من مئة شخص قتلوا في قصف مناطق ريف إدلب وبينها منطقة خانشيخون والهيبط ببراميل متفجرة تحتوي على غاز السارين السام مضيفة أن القصف طال أيضا مناطق في ريف حماها الشمالي ومنها منطقة اللطامنة أدى إلى إصابة أربعمائة مدنيا على الأقل بحالة اختناق